تباين واضح على درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي بين الانخفاض والارتفاع خلال الأيام القليلة القادمة تفاصيل أكثر ستعرضوا في هذه النشرة بعد قليل مرحبا بكم مجددا نهار اليوم استمرت الأجواء الصيفية المعتدلة بسبب تأثر المملكة بتيارات هوائية غربية ذات درجة حرارة أقل من المعدلات المثلية هذا الوقت من العام وأيضا ذات خصائص رطبة كونها قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط هذه الأسباب عملت على تشكل لكمية من الغيوم المنخفضة والمتوسطة لارتفاع خلال ساعة نهار اليوم لكن خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تتباين درجة حرارة بين الارتفاع مجددا إلى الانخفاض من جديد خلال الأسبوع الحالي وخلال نهاية الأسبوع تفاصيل أكثر نستعرضوا في هذه النشرة لكن لا بس نبدأ نشرتنا كالعذب بصور الأخمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم حيث انتشرت كميات كبيرة من الغيوم المنخفضة في عموم منطقة بلاد الشام وأيضا في عموم مناطق المملكة ناتجة كما ذكرنا عن اندفاع لهذه الكتلة الهوائية والتيارات الهوائية الغربية الرطبة التي عملت أولا على انخفاض على درجات الحرارة وأيضا على ارتفاع السابر الرطوبة السطحية التي عملت على تشكل لهذه الغيوم المنخفضة نستعرض الآن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة معتبارا من نهار اليوم الأحد حيث تبقى المملكة يوم الأحد تحت أثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة التي تعمل على ابقاء درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام ابقاء الأجواء صيفية معتدلة فوق الجبال لكن حارة نسبيا في منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة خلال ساعة الليل تستمر الأجواء الباردة نسبيا التي تستدعي لبس معطف خفيف أثناء الخروج من المنزل خاصة في المناطق الجبلية وأيضا السهود يوم الأثناء بإذن الله تتراجع تأثيرات هذه التيارات الغربية ذات الدرجات الحرارة الأقل من المعتاد ترتفع قليلا درجات الحرارة مع بقاء أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يستمر الطق الصيفي معتدل في الجبال لكن حار نسبيا في المناطق الغورية وأيضا منطقة البحر الميت وأيضا العقبة يوم الثلاثة بإذن الله تواصل درجات الحرارة ارتفاعها تصبح من جديد حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يسيطر طق الصيفي اعتيادي فوق عموم مناطق المملكة لكن يكون حار في منطقة الأغوار وربح الميت وأيضا منطقة العقبة في حين تستمر الأجواء باردة نسبيا ورتبة خلال ساعات الليل نظب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تسود أجواء صافية مع 17 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 17 الرطوبة مرتفعة بشكل لافت 94% والرياح تكون ما بين الخفيفة والمعتدلة أسرة نقف العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم الأحد لتسجل 27 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21 يوم الثلاثة ارتفاع على درجات الحرارة تسجل 29 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 19 درجة مئوية يوم الأربعة 28 إلى 19 لكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع أن تعود وتنخفض درجات الحرارة تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام من جديد خلال نهاية الأسبوع نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المدن الأردنية اليوم الاثنين نبدأ من المنطقة الشمالية تسود أجواء صافية بشكل عام درجات الحرارة تستمر أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام بقليل أجواء صافية في المفرق 30 إلى 19 إربد 29 إلى 21 جرش 30 إلى 22 درجة مئوية مع عجلون 28 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الوسطى نبدأ من الزرقاء 30 إلى 22 البلقاء 28 إلى 21 عمان 27 إلى 21 مأدبة 28 إلى 21 وربح الميت 35 إلى 29 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 21 الطفيلة 28 إلى 20 معان تقصى في 29 إلى 21 درجة مئوية الشوبك 26 إلى 18 أما العقبة تستمر الأجواء حارة مع 38 درجة مئوية حرارة علماء من الصغرى 31 درجة مئوية نختم نشاطها بتوقع تجوية للمنطقة الشرقية الأزرق 33 إلى 21 درجة مئوية الصفاوي أجواء مائلة الحرارة خلال ساعة النهار 33 لكن تميل للبرودة خلال ساعة الليل 19 درجة مئوية أمر ويجد 32 إلى 20 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر